السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أرحب بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم أنا المعلمة رشا منذر الجاسم لدينا درس في المرحلة الابتدائية للصف السادس في مادة المهارات الرقمية عنوان درسنا الهواتف الذكية الاتصال بالإنترنت في الفصل الدراسي الثالث قبل أن نبدأ كعادتنا ماذا نقول؟ أحسنتم بسم الله هيا نرى الآن إرشادات التعلق عبر قنوات عين أولا أجلس في مكان هادئ بعيدا عن الإزعاج والضوضاء والأصوات العالية والمرتفعة كذلك أجلس بشكل صحيح ومريح وأحضر أدواتي التي أحتاجها لدرسي وأيضا أنصت وأستنع جيدا لمعلمي ولمعلمتي لماذا؟ لأستوعب الدرس وأتابع الدرس حتى ينتهي لأفهمه وأستوعبه جيدا في درسنا لدينا أهداف هدفنا العام هو أن يتعرف الطالب والطالبة على الإنترنت أما عن أهدافنا الخاصة أولا أن يعرف الطالب والطالبة الإنترنت ثانيا أن يذكر الطالب والطالبة طريقة الاتصال بالإنترنت أعزاء الطلاب والطالبات هيا نتذكر ماذا تعلمنا في دروسنا الماضية؟ تذكروا معي في دروسنا الماضية تكلمنا وتعلمنا عن الهواتف الذكية ماذا نعني بالهواتف الذكية؟ ومفائدة الهواتف الذكية؟ هيا نتذكر الهواتف الذكية قلنا الهاتف الذكي هو هاتف محمول قلنا لماذا أسميناه بمحمول؟ لأنه خفيف الوزن ونستطيع حمله يسهل حمله إذن الهواتف الذكية هي الهواتف المحمولة الهواتف الذكية هي الهواتف المحمولة يمكن من خلال الهواتف الذكية إجراء المكالمات الهاتفية نستطيع من خلال الهواتف الذكية أن نتصل وأن نجري المكالمات الهاتفية ونتصل بأهلنا وأقاربنا هل تذكرون قصة صديقنا وليد؟ عندما قام باستخدام الهاتف الذكي وإجراء مكالمة هاتفية لجده لكي يطمئن على صحة جده إذن أفاده بذلك ماذا؟ الهاتف الذكي إذن استخدم وليد الهاتف الذكي للإطمئنان على صحة جده إذن تساعدنا الهواتف الذكية على إجراء المكالمات الهاتفية أيضا تساعدنا الهواتف الذكية على إرسال الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي أتذكرون أيضا قصة صديقتنا نورا؟ عندما أرادت الإطمئنان على صحة صديقتها أمل قامت بإرسال الرسائل الإلكترونية أو الرسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي والبحث عن العديد من الموضوعات المفيدة كما حصل أيضا مع صديقتنا نورا عندما طلبت منها المعلمة أن تبحث بالإنترنت عن مواضيع مفيدة عن النباتات استخدمت الهاتف الذكي نورا وبحثت عن مواضيع مهمة ومفيدة تخص النباتات إذن الهواتف الذكية مفيدة في ماذا؟ تصفح الإنترنت، إجراء المكالمات الهاتفية، وإرسال الرسائل كاميرا الهاتف الذكي تكلمنا في درسنا الماضي عن كاميرا الهاتف الذكي وقلنا تحتوي الهواتف الذكية على ماذا؟ على كاميرا إذن الهواتف الذكية تحتوي على كاميرا ماذا بها هذه الكاميرا؟ قلنا أنها منخفضة الدقة أم عالية الدقة؟ هي مدمجة في الهاتف الذكي وهي عالية الدقة نستطيع التصوير بها بدقة عالية أين توجد الكاميرا؟ في الهواتف الذكية أيضا قلنا أنه يمكن من خلال هذه الكاميرا التقاط الصور الجميلة كذلك تسجيل مقاطع الفيديو والتعديل عليها أين توجد هذه الكاميرا؟ في الهواتف الذكية إذا رأينا كيف الهاتف الذكي أو الهاتف المحمول مفيد جدا في إرسال الرسائل تصفح الإنترنت، إجراء المكالمات الهاتفية وأيضا التقاط الصور والتقاط مقاطع الفيديو هيا نرى الهاتف المحمول والكاميرا التي توجد على الهاتف المحمول كما ترون هنا لدي هاتف محمول قلنا محمول لأننا نستطيع حملة فهو خفيف الوزن كما ترون يحتوي على كاميرا أمامية ويحتوي على كاميرا في الخلف نستطيع التقاط الصور الجميلة ونستطيع تسجيل أيضا مقاطع الفيديو والتعديل عليها كل ذلك موجود أين؟ أحسنتم في الهاتف المحمول هيا نعود لشاشتنا ماذا لدينا أيضا؟ آداب استخدام الكاميرا تكلمنا في درسنا الماضي أن لاستخدام الكاميرا هناك آداب يجب أن نراعيها عند التسجيل وعند التقاط الصور باستخدام كاميرا الهاتف الذكي يجب أن نحفظها وأن نهتم بها وأن نراعيها عند استخدام كاميرا الهاتف الذكي ماذا هي؟ هيا نتذكر قلنا التركيز على تصوير الأشياء الجميلة من حولنا دائما إذا أردنا أن نصور نركز على الأشياء الجميلة التي تحيط بنا مثل ماذا؟ مثل صور الأزهار صور الطيور كذلك المناظر الطبيعية كالجبال والأنهار أيضا نحرص على تصوير الأشياء الجميلة من حولنا إذن أولى آداب استخدام كاميرا الهاتف الذكي التركيز على تصوير ماذا؟ الأشياء الجميلة التي تحيط بنا هذا أولا تذكروه جيدا كذلك ماذا قلنا عن تصوير الأشخاص؟ قلنا لا نصور الأشخاص إلا بإذن مسبق منهم يجب أن نستأذن منهم قبل أن نقوم بتصويرهم وليس بعد قبل أن نقوم بتصويرهم يجب أن نستأذن منهم أنا أردت أن أصور أختي أذهب إليها وأستأذن منها لو سمحت يا أختي أتأذنين لي بأن أقوم بتصويرك بواسطة كاميرا الهاتف الذكي؟ إن وافقت أختي وأذنت لي أقوم بتصويرها وإن لم توافق أبدا لن أقوم بتصويرها إذن يجب أن أخذ إذن قبل أن نقوم بتصوير الأشخاص هذه أيضا أحد الآداب المهمة التي يجب أن نراعيها عند استخدام كاميرا الهاتف الذكي ماذا سنتعلم اليوم؟ سوف نتعلم درس جميل ومفيد الإنترنت ماذا نعني بالإنترنت؟ ما هو الإنترنت؟ ومفائدة الإنترنت؟ ما الإنترنت؟ الإنترنت هو نظام عالمي يسمح للمستخدمين بالتواصل من خلاله وتبادل المعلومات إذن أتذكرون قصة صديقتنا نورا عندما استخدمت الإنترنت للبحث عن مواضيع مفيدة؟ إذن الإنترنت هو نظام عالمي من خلاله يتيح لنا بالتواصل كذلك تبادل المعلومات يتيح لنا البحث والتواصل وتبادل المعلومات مع الآخرين إذن ما هو الإنترنت؟ الإنترنت هو نظام عالمي يسمح للمستخدمين بالتواصل من خلاله وتبادل المعلومات تتيح الهواتف الذكية للمستخدمين تصفح الإنترنت والتواصل عبر مواقع التواصل المختلفة أيضا الهواتف الذكية تتيح لنا أيضا استخدام الإنترنت تكلمنا عن فوائدها إجراء المكالمات وإرسال الرسائل وتصفح الإنترنت إذن الهواتف الذكية تساعدنا وتتيح لنا تصفح الإنترنت كيف أجعل هاتفي متصلا بالإنترنت؟ هيا نرى خطوات جعل هواتفنا متصلة بالإنترنت خطوة بخطوة أولا لكي تتأكد من اتصال هاتفك بالإنترنت عن طريق واي فاي اتبع هذه الخطوات هيا نتبع هذه الخطوات خطوة بخطوة أولا اذهب إلى الإعدادات في هاتفك الذكي إذن يساعدنا الكبار في البحث عن الإعدادات في هواتفنا الذكية هذه الخطوة الأولى نذهب للإعدادات ما هي الخطوة الثانية؟ انقر على خيار واي فاي للبحث عن شبكات الإنترنت حولك الآن نبحث عن شبكات الإنترنت من حولنا وشبكة الإنترنت الخاصة بمنزلنا إذن يساعدنا الكبار على تحديد اسمها هذه الخطوة الثانية ما هي الخطوة الثالثة؟ حدد الشبكة التي تريد الاتصال بها بالنقر على اسمها ثم أدخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة إذن ندخل كلمة المرور الخاصة بالشبكة حتى نستطيع الاتصال بالإنترنت إذن كلمة المرور يساعدنا الكبار بالحصول عليها هكذا نستطيع الاتصال بشبكة الإنترنت هيا نعيد الخطوات أولا أذهب إلى الإعدادات نذهب إلى الإعدادات في هواتفنا الذكية بعد أن نقرنا على الإعدادات ننقر على خيار واي فاي لماذا؟ لكي نبحث عن الشبكات الإنترنت بعد ذلك نحدد الشبكة التي نريد الاتصال بها وأيضا ننقر على ماذا؟ على كلمة المرور ندخل كلمة المرور الخاصة بهذه الشبكة التي قمنا بتحديدها أريد الآن أن أتصل بالإنترنت عن طريق جهاز الحاسب الذي لدي أيضا أستطيع كيف ذلك؟ من شريط المهام أسفل سطح المكتب أنقر على خيار الشبكة كما نرى هنا صورة هذه الشبكة أنقر عليها بعد ذلك أحدد الشبكة التي أريد الاتصال بها وأيضا يجب أن أدخل كلمة المرور يساعدنا الكبار في إدخال كلمة المرور الخاصة بالشبكة في المنزل لدينا الآن نشاط صغير هيا نقرأ النشاط على لوحتنا حتى نستطيع أن نحل هذا النشاط السؤال هو ما هو الإنترنت؟ الإنترنت هو نظام عالمي يسمح لنا بماذا؟ يسمح للمستخدمين أي نحن نحن من نستخدم الإنترنت بالتواصل من خلاله وتبادل المعلومات إذن الإنترنت مفيد أم غير مفيد؟ أحسنتم هو نظام مفيد جدا أيضا لدينا نشاط آخر ضع علامة صحة أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي نستطيع تصفح الإنترنت عن طريق الهواتف الذكية؟ نعم قلنا نستطيع ذلك هواتفنا الذكية تتيح لنا ذلك يمكن الاتصال بالإنترنت عن طريق شبكة واي فاي تعلمنا كيف نستطيع ذلك؟ أيضا هذه عبارة صحيحة جهاز الحاسب المحمول لا يمكنه الاتصال بالأنترنت هذه عبارة خاطئة بل نستطيع بواسطة الحاسب المحمول الاتصال بالأنترنت لون الأيقونة لونوا بألوانكم الجميلة داخل الصورة كما نرى هنا لونوا بالألوان الخشبية الجميلة في الأخير لدينا توصيات لولي الأمر توفير بأحادئة ومحفزة للطالب والطالبة كذلك الحرص على الجلوس الصحيح مساعدتهم على حل الأنشطة تعزيز وتشتيع الطالب والطالبة كذلك مساعدتهم على نقل أثر ما تعلموه وتعميمه في مواقف مشابهة تذكيرهم بما تعلموه باستمرار للاحتفاظ بما تم اكتسابه في الأخير ألقاكم إن شاء الله في الدرس القادم وكلكم نشاط وحيوية كعادتكم كانت معكم المعلمة رشام در الجاسم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته